كعادة الدول الثقيلة منذ فجر التاريخ تنام من أشواردها فتهدي الطمأنينة لمواطنيها وتدع أعداءها في غيهم يختصمون كان صباحا بحجم المملكة وحكم القرون الثلاثة لبيت الحكم والحكمة البيت السعودي الكبير حين تسلم كابرا عن كابر مقاليد العهد والوعد وذهب الناس إلى نهارهم ومعاشهم لا يخشون إلا الله بيت الحكم الذي منه انطلقت رسالة التجديد والتوحيد دينا وأرضا وبيت الحكمة الذي لطالما كان موئلا للعز وناصية المجد من قلب وعمق جزيرة التاريخ والعرب والعروبة كانت رسالة الصباح التي خرجت مع شروق الشمس في توقيت اختاره ملك الحزم والعزم وهيئة البيعة فكان في رمضان سويعات قبل ليلة مباركة وفي الأرض التي باركها الله حيث مكة كانت الرسالة تفوح شبابا وعهدا من سلمان إلى الوطن وأهله أننا لا نتوقف ولا نشيخ وأن دولتكم الفتية وجها والعتيقة حضارة ذهبة إلى مستقبلها على بركة الله مارست الأسرة السعودية منذ فجرها الأول سياستها الشورية وطبقته عمليا اليوم فبحثت رسالة حارس بوابة المملكة الداخلية الأمير محمد بن نايف وأصدرت قرارها بأغلبية مشهودة ومن هناك حيث الملك سلمان عميد الأسرتين أسرة الحكم والأسرة السعودية الكبرى الممتدة على مساحات المملكة الذي عمل منذ تسلمه سدة الحكم على تعزيز دور شباب المملكة في كل المجالات ويتضح ذلك جليا في سلسلة التغييرات والتعيينات التي يقوم بها في كل مفاصل الدولة أمر خادم الحرمين الشريفين أن عهده وولايته إلى وجه المملكة الجديد ومهندس رؤيتها الأمير محمد بن سلمان فقدم المحمدان حينها صورة مصغرة لبيت المملكة الكبير أن الأمر ما أمر الله والتمسك بسنة المصطفى على السمع والطاعة في المنشط والمكرى هذه الصورة يعرفها السعوديون جيدا هي من أعرافهم وتقاليدهم العتيقة ومن الأدبيات الأولى لتاريخ مؤسسة الحكم السعودية منذ عهد رجالها الأوائل يوضع الأمر في أهله فيكون الأهل أهلا للأمر وكل السعوديون الآن أهل في ليلة البيعة مصادقين على إجراءات الهيئة وأمر الملك إذ يبايعون في محمد مستقبلهم ويودعون طموحاتهم وآمالهم في وجه مملكتهم المتجددة إلى صباحات لا تنتهي إلى وطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزدهر